نعتبر هذا التعديل تعديل محدود كان مرتقبا وهو حادث عدة أوساط لمدة ليست من قصيرة ويأتي في سياق نعتبره عرفا دستوريا لأن هذه التعديلات حدثت مع حكومات أخرى في السنوات والعقود الماضية وباتت تعتبر انطلاق جديدة لتجديد دماء الحكومة وتنزيل برنامجها على أرض الواقع للأسف أننا نرى بأنه اليوم الحقيقة المطلقة ليست في تغيير أشخاص بأشخاص ومواقع بواقع نحن في حيث تقدسيا نقول بأن هناك توجهات للبرنامج الحكومي يجب إعادة النظر فيها ويجب فعلا تنزيل البرنامج اللي التزمت به الحكومة أمام البرلمان بشكل واقعي وموضوعي حتى نصل إلى ما هو ملموس لعموم المواطنات والمواطنين وانتداراتهم اليوم فعلا هناك تعديل قام به صاحب الجلالة بتعيني وزراء باقتراح من رئيس الحكومة كما جرت به العادة وهذا مرتبط بما ينص عليه الدستور المملكة المغربية لكن أبعاد هذا التعديل اليوم تخاطب مجمل قضايا الاجتماعية وقتدية الحاصلة اليوم هل فعلا سنتوفق في الاستجابة للطموحات المشروعة وهل سيتم التعامل بشكل دكي مع مطالب الشعب المغربي نحن الآن نلاحظ عدة احتياجات وإضرابات وعدة مطالب شعبية تراكمت لثلاث سنوات الماضية مع حكومة تفتقد لحيث التواصل في الخروج لرأي العام والتواصل معه وهذه نقطة سلبية أمام حكومة ليست لها إرادة في الاستماع لنبض المعارضة كما نقدمها نحن في حزب تقدم الشركة بشكل موضوعي بنقد بناء يؤمن بالتحليل الملموس للواقع الملموس قدمنا الرسالة الأولى ورسالة الثانية للحكومة بنصح راشد لحزب عريق مناضل مؤمن بالتغييرات وبالإصلاحات ويلعب أدواره في إلتاج السلسة العمومية لكن لمن نقول هذا الكلام لأدان صماء لا تريد أن تستمع جيداً وتؤمن بهذه الآليات التعاونية والتراكم الذي سيحصلنا بين دور المعارضة ودور الأغلبية كلها أمور نستشف مرأة بأن هذه الحكومة ربما لن تأتي بأي جديد علماً بأن البروفيليات الآن الوزراء الجدود بعيدة كل بعد عن قطاعات حيوية عندما تحدث عن التعليم والصحة هذه قطاعين أساسيين في تطبيق مبادئ ومرتكزات العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية عندما تحمل هذه الحكومة هذا الشعار يجب أن تؤمن بمغزاه ومعناه وحمولاته التي يجب أن تكون في المؤسسة على أمور الواقعية وبأرقام موضوعية نتمنى التوفيق هذا وطننا وإذا نجحت الحكومة فهي نجحت لبلادنا ونجحت لوطننا وهذا دورنا لكأن ننبه الحكومة وأن نتير انتباهها ونعبر فعلاً عن إرادتنا كشريك أساسي في مؤسسات هذا الوطن بشكل دستوري أن ننتصر لما يطمحوا إليه المواطنين ونعالج أوضاعه على مختلف الأصعداء والمجالات أساساً منها ما هو اجتماعي واقتصادي لأن في نهاية المطاف لدينا تحديات اقتصادية في محاربة الهشاشة والفقر والتهميش والمساواة والعدالة الاجتماعية وحماية الشباب من اليأس والتدمر ونحن قبل أشهر لاحظنا الهجرة العلنية التي عبرت عن إئس شريحة مهمة في بلادنا والتروة ديمغرافية يجب أن نعيد على الاعتبار وأن نؤمن بقدراتها وأن نوفر على شروط الاندماج القسادي والاجتماعي بمحاربة للبطالة وتوفير مناسب الشغل والاجتهاد في بلورة سياسة عمومية منتجة هادفة برؤية واضحة هذا هو أمل ونوها دي طموحتنا باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس